فن تشيكي بعض الخطوط لنلونها إنها جميلة مشرقة طبقة أصغر في الأعلى بعض الشيكولاتة بعض الخطوط المتعرجة وطبقة ثالثة وأخيرة هذه الكعكة ستكون رائحة ماذا عن بعض الشموع؟ دعونا نضيف بعض الشموع المخططة اثنان شمعتان وقت التلوين لنلون حامل الكعكة بالفضي واو أنا أحب هذا الطلاق إنه لامع جدا لون الخوخ البراق متألق ثم إرجواني لأول جزء بعض الأصفر ما هو لونك المفضل؟ أخضر زهري واو أنا أحب الوردية مع الأخضر ماذا عن بعض الفيروزي؟ والمزيد من لون الخوخ واو جميل الآن سوف نستخدم بعض البني اللامع هنا لأن هذه كعكة قوس قزح بالشيكولاتا إذا كان عيد ميلادك أي نوع من الكعك تفضل؟ بعض الأرجواني ثم الأصفر وسنستمر بنفس النمط كما فعلنا مع اللون الأخضر ثم الوردي ما هو اللون الذي يأتي بعد ذلك؟ نعم إنه أزرق والأخير هنا بعض البني للشيكولاتا نحن نحب الشيكولاتا أوه هذه الكعكة تبدو لفيذة للغاية لنكرر الألوان مجددا أرجواني أصفر متالي نعم أخضر وماذا بعد الأخضر؟ نعم هذا صحيح إنه وردي والشيكولاتا هذا سهل لنلون شموعنا أزرق ولملع والشريط الآخر بالأحمر وبالطبع الأصفر للهب وها هي كعكة عيد ميلاد مثلية عيد ميلاد سعيد عيد ميلاد سعيد اشترك في القناة لمشاهدة المزيد فن تشيكي اشترك في القناة